فدي حاجة حلوة جداً بس خلينا نبدأ معاك بقى بس ما لا أولاً اسمك حلوة قوي مش هل أنا أقولتك أنا بحب الأسامين غريبة لأن أنا اسمي غريب بس خلينا نبدأ معاك من الأول شوي تحكي لنا البدايكت إزاي هو أنا أنا عندي 22 سنة أنا بدأت التعاصم في 2016 قبلها كنت لعبة منطقة بمصر السباحة الطويلة بس في 2016 قررت أن أنا عايز أجرب حاجة يعني جديدة شوي أوكي يعني كنت بتلعبي بس مش على مستوى احترافي عادي بتلعب سباحة أوكي سباحة على مستوى احترافي على مستوى احترافي على مستوى احترافي هلو جد أه صحيح أنت استعيلة صحيح وبعد كده بس ده مش ريزك قوي ده مش هو ريزك شوية كانت بتاعها بس كنت خلاص حاسة أن أنا يعني مش قادرة أتحسن زي الأول وبدأت أزهق شوية من السباحة سباحة عن دورة مصر يعني صعبة شوية تحسن فيها بطيئ جداً فحاست أن أنا يعني عايز أجرب حاجة جديدة شوية فقررت أخد الريزك وأجرب وكنت سمعت عن التراسل من مدرب يعني مدرب بتاعي الناجسة يعني هنا في مصر مدرب السباحة هو اللي قال لي مثلاً على التراسل وممكن تجربي وحاجة جديدة ويعني هنهو انترستنج وكده مكنتش أعرف أصلاً إن هو موجود في مصر فالس عملت يعني دورت بقى شوية ريتي روحتي للرياضة أنت أصلاً يعني باطلة تلعبي سباحة نصو احترافي وفاجأة رايحة للرياضة أصلاً متعرفيش عنها وقلت أجرب لا ده في حاجة برضو بس يعني لقيت تعنا طبعاً من بابايا ما كانش بيقول لي لأ أي حاجة هاو بيبقى شايف إن أنا ممكن نوصل يعني كل ده على الفيسبوك يعني دورت أصلاً موجودة في مصر ولا لأ أو مين بيدربها أو فين ممكن نتدربها طبعاً ما لقيتش أي حاجة كلمتوا بالصدفة معه شوية مين فبعدين شفت إن هو مدرب يعني وتسألني شوية أسئلة عن السباحة وعن أرقامي وشايف إن في فورسة إن أنا أبقى في ليفل كويس خصوصاً إن السباحة يعني هيتعتبر أصعب حاجة بالنسبة لعبتنا شوية لو حد ما كانش بيعرف يوم بتبقى صعبة شوية عليه في الأول فمن هنا بدأنا يعني وقررنا إن إحنا نكمل أنا عايزاك تشرحي أكتر للناس عن الترايثلن يعني عشان ممكن برضو تكونوا في بعض الناس مش فاهم إيدا هو لسه مش يعني مش منتشر قوي عن طرف مصر للأسف هو الترايثلن دخل مصر في 2009 الاتحادة تأسس 2009 يعني بس هو في الألعاب الأولمبائية من سيدني 2000 الترايثلن عبارة عن لعبة مركبة ثلاثة ألعاب تبتدي بالسباحة بعد كده الرجوت بعد كده الجارة هو سباق يعني سباق واحد لعبة مركبة على بعضها بتبتدي بالسباحة وتخلص في الفينش بعد الجارة فتاين بتحسب من الأول خالص يعني ما فيش أي فترة بتراحة بين الثلاث ألعاب يعني شبه مارس من كده شوية ومسافات مختلفة المسافة الأولمبائية اللي هي بتبقى في الأولمبياد بتبقى 2500 متر سباحة بعد كده 40 كيلو عجل بعدين 10 كيلو جاري كويس جدا إحنا شايفينه برضو لو حضراتكو يعني متابعين على الشاشة بعد اللقطات يعني لهذه الرياضة وزي ما بسمالة بتقول يعني هي ممكن مش ممتشرة قوي في مصر أو مش ناس كتير عندهم خلفية عن هذه الرياضة ولكن هي موجودة والاتحاد موجود وأبطال عندنا موجودين وزي ما كنت بقول لحضراتكو يعني اللاعبة الأولى اللي هي بتتأهل الأولمبياد في الترايثلن هي لعبة وهي مصرية فحاجة أكيد مشرفة جدا بس